بعد اكبر خسارة عسكرية ومعنوية يمنى بها النظام السوري وحلفائه من ايران وميليشيا حزب الله منذ مطلع عام 2013 وذلك بسيطرة مقاتلي فصائل المعارضة السورية على احياء حلب الشرقية يتأهب الجميع لمعركة حلب الكبرى وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان الفصائل المعارضة التي بات تحرير حلب مصيريا لمقاتليها وداعميهم وصلتها تعزيزات عسكرية بشرية انتباعا تقدر بالمئات تحديدا من محافظة ادلب في الشمال الغربي وريف حلب الغربي حركة جيش الفتح المعارضة بدورها اعلنت في بيان عن بداية المرحلة الجديدة لتحرير حلب بالكامل واشار البيان الى مضاعفة اعداد المقاتلين لاستيعاب المعركة النظام من جهته ارسل نحو الفي عنصر من المقاتلين الموالين له من بينهم سوريين وعراقيين وايرانيين واخرين من ميليشيا حزب الله عن طريق الكستلو قادمين من وسط سوريا ونقلت صحيفة الوطن السورية التابعة للنظام ان الجيش وحلفاءه استقدموا التعزيزات العسكرية اللازمة لاطلاق عملية اصبحت وشيكة ومحتومة لاسترجاع المناطق التي تم الانسحاب منها وفقا للصحيفة العالم يترقب معركة يبدو انها حاسمة يدور رحاها بين مليون ومئتي الف نسمة يقيمون في الاحياء الغربية لحلب تحت سيطرة النظام مقابل نحو مئتين وخمسين الفا في الاحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل المقاتلة محمد جمال العربية